محملين بملفات ثقيلة يجتمع قادة أوروبا في بروكسل جبهات خلاف كثيرة تسخيف للغاز وعقوبات على روسيا وآخرها قضية خطة الإعانات الأمريكية الضخمة أو المنافسة غير العادلة التي ستقوض القدرة التنفسية الأوروبية المتأثرة أساساً بارتفاع أسعار الطاقة ندفع علينا التحرك بشكل أسرع وأقوى يجب أن يكون لدينا رد للحفاظ على منافسة عادلة والدفاع عن المشاريع الكبرى خصوصاً التقنيات الخضراء وتقنيات المستقبل في أوروبا وخصصت الإدارة الأمريكية استثمارات بقيمة 370 مليار دولار لمكافحة التغيير المناخي هدفها مساعدة استثنائية وخصصة للشركات التي تم إنشاؤها ما وراء الأطلسي إجراء تحفظت عليه دول الاتحاد حيث سيقود هذا الإجراء الاقتصاد الأوروبي نحو الركود مجدداً يجب أن لا نسمح لأنفسنا بالانقسام في علاقاتنا عبر الأطلسي على العكس بدلاً من الجدل يجب أن نعمل معاً بشكل أوثق هذا وتحاول أوروبا مواصلة مساعدة الشركات لتشجيعها على الاستثمار وتعزيز الإصلاحات الأوروبية لتطوير الطاقات المتجددة والتحرر من المحروقات الروسية والسعي لإنشاء صندوق سيادي أوروبي لتطوير سياسة صناعية مشتركة والاستثمار بشكل أكبر في مشاريع البحث والابتكار في مجال الهيدروجين والذكاء الاصطناعي ومجالات أخرى تعزز التواجد الأوروبي في الأسواق العالمية